هنروح لجزء تاني فالفيردي حضراتكم عارفين المدير السابق لفريق برشلونا يمكن الحقيقة كان لي في الساعات اللي فات التصرحات مهمة جدا جدا اتسأل فيها عن خلافاته مع ميسي وكان هل كمان المدرب حضراتكم عارفين يعني كان فيه خلافات وكان يمكن فيه طبعا زي ما بنقول الدريسنج روم كان في برشلونا كان عليها مشاكل كبيرة جدا الراجل تلع وقال انه من الافضل ان الموضوع ده يفضل غامض وما يطرحش على الجماهير طبعا زي ما حضراتكم يمكن تتذكروا ان كان فالفيردي طبعا المدير السابق لفريق برشلونا كان عنده خلاف مع ميسي وكان يمكن في الوقت دوت كان يعني الناس بتقول هو ميسي هو المتحكم اكيد في غرف اللفس هو كان سبب اساسي في رحيل فالفيردي من القيادة الفنية لفريق برشلونا يمكن كمان يمكن زي ما بقول لحضراتكم ان ميسي ورحيلوا عن برشلونا ليه اصداء كبيرة جدا جدا نهاردة فالفيردي المدير السابق لبرشلونا بيقول خلي يعني خلي الكواليس جوه جوه غرف الملابس احسن الناس ما تعرفش اين كان بيدور جوه غرف ملابس فريق برشلونا